عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لاستعراض المخطط التفصيلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع سابق شهد عرض رؤية الخبراء حول مقترح تطوير القاهرة الإسلامية ويهدف إلى استعراض المخطط التفصيلي للمنظور المقترح للتطوير لافتا إلى أن هذه المنطقة تحظى بأهمية بالغة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والأسرية مؤكدا أن هناك حرصا شديدا على أن تتم عملية التطوير وفق منظور متكامل يراعي كافة الأبعاد التاريخية والتراثية والديمغرافية والسياحية